بسم الله الرحمن الرحيم نحاضر نورة Review of functions في هذا المحاضر سأستعرض الجزء الأول وهو يتكلم عن WhatsApp Function سنعرف في الدالة Domain and Range of Function المجال والمجال المقابل و Fortical Line Test المجال المقابل الذي يحدد لنا إذا كانت العلاقة دالة و سنتكلم عن All and Even Functions Increasing or Decreasing Functions سنعرف متى تكون الدالة تزايدية و متى تكون الدالة تناقصية و Types of Function أهم الدوال المشهورة نبدأ هنا السؤال WhatsApp Function ما هي الدالة؟ ما هي الدالة؟ الدالة بالشكل عام هي علاقة بين مجموعتين مجموعة سميها X تحتوي على عناصر و مجموعة أخرى هي Y أيضا تحتوي على عناصر عناصر هذه العلاقة تربط بينهم اللي هي الف اللي هي القاعدة تبع المعادلة فهي تربط كل عنصر من X بعنصر واحد فقط في Y معنى أن كل عنصر لازم يرتبط بعنصر واحد في Y في حال ارتبط عنصر على سبيل مثال X1 ارتبط بعنصرين في Y إذن في هذه الحالة العلاقة ليست دالة فلابد أن يرتبط كل عنصر من X بعنصر واحد في Y أيضا تسمى هذا المجموعة كاميرا في X تسمى الدومين دومين وتسمى المجموعة في Y تسمى الرنج هذا الرنج إذن العلاقة لها دومين في X والرنج يكون في Y و نحن نقوم بعمل حالة قمت بعمل بعين مجموعة معنى أن سنعمل خط مستقيم يمر بهذا الشكل و إذا تقاطع معا في نقطة واحدة تكون العلاقة فونكشن دالة. أما في حال تقاطع الخط المستقيم مع الشكل في أكثر من نقطة تصبح العلاقة فايت دالة. خلينا نرى الشكل الأول لاحظ أن الخط المستقيم تقاطع مع المنحنة في نقطة واحدة فبالتالي العلاقة ممكن يقول عنها فونكشن أيضا y equal لنفو x هي تقاطع في نقطة واحدة فبالتالي هي علاقة فونكشن العلاقة الأخيرة x square plus y square equal one. لاحظ أن اللاين الفورتيكال لاين تقاطع مع الدائرة في نقطتين فبالتالي not function السبب تقاطع في نقطتين والتعريف يشترط علينا أن يتقاطع الخط المستقيم مع المنحنة في نقطة واحدة فقط فبالتالة فونكشن والإيمان فونكشن طبعا في تعريف الدالة الفردية أن هناك فونكشن لذلك لذلك فوال x فوال минس x equal minus فوال x وتلاحظ أن الفونكشن سيمترق على الصف الدالة سيمترق تنظر حوال نقطة الأصل بالتالي إنه شفنا هنا ستجد النقطة تنظر حوال نقطة الأصل هذا بخصوص الـ odd function بالنسبة الـ even function is a function for which for all x off of minus x equal off of x وتكون symmetric about y axis معنى أنها تناظرية حول y axis يعني النقطة هنا تناظر هذه النقطة حول y axis نعم تناظرية حول y axis نرى مثال 1 odd function f of x equal sign off x طبعا حسب التعريف نجد أن f of minus x لا بد أن تساوي minus of x فبالتالي نقدر نقول نقص will be of minus x will be ruf of minus x waf of minus x equal نضع المكان سين سين هذا يصون سين إذا نحقق شرق ونلاحظ هنا أن على منحنة 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 نلاحظ أن النقطة مثلا بايوفورتو متناظرة حول العوردن حول نقطة الأصل مثلا هنا رحل نقوم بخصوص مثال مشور أوف 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 وهنا نتعرف ان الـ square يجعل الإشارة السالبة مجموة يتبقى عندنا يروح الـ minus يتبقى عندنا X² هذا هو نفس قيمة الـ of of x بالتالي حقق شرط إثن فنكشن الدالة الزوجية و من خصائص الدالة الزوجية متناظرة حول حول ال y axis ال y axis لاحظة النقطة جميع النقطة تتناظر حول هذا ال y axis معلنا فنكشن F فنكشن F X2 X1 X1 فنكشن F X2 X2 طبعا لو كان عندنا هنا X1 X1 وهنا X2 X2 أكبر من X1 طبعا هذا الراحل فبالتالي عندنا القيمة هنا F X1 والقيمة تقريبا في هذا الموقع F F X2 فبالنسبة للدالة فنكشن F تزايدية إذا كان عندنا X2 أكبر من X1 بالتالي بالتالي نجد أن F X2 أيضا أكبر من F X1 إذن إذن حين الدالة نقول عنها التعريف الآخر تناقصية F فنكشن F طبعا X2 أكبر من X1 هذه الموقع X2 لاحظ أن X2 أكبر من X1 نجد أن نرى F F X1 F X2 لدينا F X2 أكبر من X1 طبعا هنا F X2 أكبر من X1 فبالتالي مثلا ما لحظوا الشكل فنكشن فتناقصية فدالة تناقصية تناقصية فنكشن لدينا أهم أنواع فنكشن فاول نوع فنكشن على سبيل المثال هذا الشكل يسمى الباور فنكشن هي تحتوي على باور مثال عليها نوع الثالث ترمونامترك فنكشن فعلى سبيل المثال اللي هو cos راشنال فنكشن هي تجمع على شكل كسر راشنال فنكشن g equal x فنكشن 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 ايضاً 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 طبعاً لما نناقش الخصائص على سبيل المثال راح نتكلم عن نتكلم عن الدومين فالدومين عندنا اللي هي قيم X فX تأخذ القيم من من هذا الدومين نتكلم عن الرانج اللي هي راح تكون على قيم الواي فلاحظ ان الواي انه محن يقترب من الصفر بالنسبة الواي لكن لا يصل الى الصفر ويسعد تصاعدينها معنى النهاية فبالتالي عندنا من الصفر زيرو تو تو انفينتي طبعاً لو لاحظنا بالنسبة للسيمتري صفر عطاً لآخر يغلق في الفترة minus infinity to infinity example to investigate the properties of function g of x g of x equals sin طبعا لاحظة domain الذي هو عبارة عن قيم x domain سيكون minus infinity to infinity بالنسبة لل range وهي قيم y لاحظة أن y تأخذ من minus 1 minus 1 to 1 طبعا هالدادة نلاحظة أنها symmetric about the origin 0 plus بالتالي تكون out function مثل تعريف out function we can go here symmetric about the origin إذا نوع الدالة هنا نقول all function من تعريف الدالة out function شكرا لكم أراكم بحاضر القادم السلام عليكم ورحمة الله شكرا 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 شكرا